السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي واخواتي عدنا اليكم مجددا لانذكالنا بحول موضوع اتفاع استودهم في الدم اتفاع استودهم في الدم المقصود خلانا نطرق الكريسترول المزمن يؤدي الى مشاكل تصنف الشرين في جميعها الجسم وبالتالي اصابة بجرقات في شرين عقل يحتاج فحص الى الصيام لمدة 9 إلى 12 ساعة خلال الصيام يتوقف المريض عن تناول العطي حما ومشروبات باستثناء الماء النوع العينة المطلوبة للفحص هي عينة يتم سحبها من المريض يقيس فحص الدموم مستوى الكريسترول الكل وكذلك تحليل انواع الكريسترول وشدة اتفاع كل نوع انواع الدموم الموجودة في الدم يجب أن نعرف ان الانواع يساهم في تجمع الدموم في الشرين يزيد من تصلب شرين القلب الكريسترول المفيد يمنع الدموم الضرر من التجمع في الشرين فبالتالي يقلل من تصلب شرين القلب الدهون الثلاثية تساهم في تجمع الدهون في الشرين وتزيد من فرصة التصلب شرين القلب أسباب فحص الدهون يطلب الطبيب فحص الدهون بتشخيص ارتفاع الكريسترول والدهون لدى الأشخاص الذين لديهم أي من الأسباب التالية واحد تناول بحمية غير صحية تناول كميات من الدهون العكس على مستواها في الجسم سواء كان ذلك لمرضى السنة أو للمرضى الذين نوازنهم طبيعي ولكنهم يتناولون الدنيات والكربوليترات بكمية عالية ثانيا ارتفاع الدهون لأحد أبرد العائلة بعض الحالات ارتفاع الدهون يقوم بسبب جينات ورافية ارتفاع الدهون عند فرق آخر في العائلة يزيد من الاجتباه أن يكون له أساس ورافية ثالثا مرضى تصلب الشرين ينتج تصلب الشرين قلب عادة نتيجة تراكم الدهون في الشرين فغالب ما يكون ذلك بسبب اختراق واستواها بالدم رابعا وجود أحد عوامه خطورة لتصلب الشرين لدينا عند المرضى غير مصابين التصلب الشرين ولكن لديهم أحد عوامه خطورة التصلب الشرين مثل مرضى السكري مرضى فقط الدم التدخين قلة النشاط البدلي حمية غذائية غير صحوحة تاريخ عاهل بالإصابة جانبات قلبية على عمر المطلق نأتي إلى القيم الطبيعية لفحص الدهون القللسترول التủ تأثير الكليسترول أقل من مئتين ميلي جرام على الديسليتر الكليسترول القللسترول الدهون تأثير Glad screw فتعتبر مرتفعة عندما يكون مستوى الكولسترولي كلي أكثر من 2 ميلي جرام بردسين هذه النتيجة تعبر عن مستوى الدمون بشكل عام ولكن أي من النوع بسبب للأتفاع فإن فحص الكولسترولي كلي يشن جميع أنواع دم تفسير نتيجة الدمون بأنواعها اتفاع الدم في الدم يعرض لمشاكل ترقمها في تصنب الشرائل ويستدهي اتفاع شراءات تغيرات على الفن الغذائية أو بالبدء لأخذ غلاج يختلف عن غلاج مقرع حسب شدة الابتفاع العاصل ونور الكولسترولي